موسيقى زي اي ام لما كانوا ولادي صغيرين كنت بقى عاني معاهم كان بييجي في بعض المواقف وبقى محرجة جدا جدا من تصرفاتهم نبقى مثلا بنزور حد وما تحللهمش الشقاوة غير في الوقت دو او يكون عندنا ضيوف والعفراتة والتنصيد او الاحلى بقى لما يكون في السوبر ماركت ويا سلام على التنترم والمرمغة في الارض والدبدبة والعياض والسريخ زي اي ام وزي اي اولاد كانوا الولاد احيانا بييسيقوا الادب وانا ما كنتش بعرف عملية الموضوع دو يعني حصن شوية لغاية ما ولادي ولادي الفرق بينهم سنتين لغاية ما ابني سوير كان عنده سنة والكبير عنده ثلاث سنين وابتديت اقرأ اكتر واكتر في علم نفس الاطفال والتربية والحاجات دي كلها ومش بس كده ابتديت اكتب مقالات واتعلم حاجات واطبقها واجربها فيهم زي فران التجارب اللي نفعني قوي 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 في تربية ولادي اني افهم السبب الحقيقي ان ليه هم بيسيقوا الادب وبيتصرفوا تصرفات معينة في مواقف معينة وفي اماكن معينة وفي وجود ناس معينين النهاردة على مدار حلقتين هتكلم عن الاسباب اللي بتخلي ولدنا يسيقوا الادب وازاي نتصرف معاهم اول واهم سبب اللي بيخلي ولدنا يسيقوا الادب ويتصرفوا بطريقة تدايقنا والدايق اللي حواليهم واحيانا تخجلنا هو سعيهم للفة الانظار وجاذب الاهتمام احنا بشر وربنا سبحانه وتعالى خلق فينا زرع فينا غريزة ان احنا كائنات اجتماعية بنحب نعيش في مجتمع بنحب نحس ان اللي قدامنا مهتم بينا والاطفال بيحسوا بدا وبيعرفوه من سن صغير قوي كان فيه دوكيمنتري فيلم وسائق شفته عن ابحاث عملوها في جامعة في امريكا عن بعض الموضوعات الخاصة بالطفولة من ضمن التجارب اللي عملوها ان هما خلوا الامهات ما يبقاش فيه بينهم وبين اطفالهم اي اي كونتاكت ما يبصوش في عينين اطفالهم انا فاكرة مشهد في الفيلم الوسائقي ده طفل عنده اربع شهور قاعد في العربية بتاعته وبعدين الام بتكلمه وبتعمل حاجات بس اهم حاجة انها مش بصة يعني شوفوا انا مش بصة في الكاميرا لكن لما بص في الكاميرا غير هو ده الاي كونتاكت اللي انا بتكلم عنه الام مش عاملة اي كونتاكت خالص 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 مع ابنها ابنها في الاول حاول يجذب انتباهها بان هو يبقى لطيف وكيوت ويعمل حركات زريفة وبرده الام ولا هي هنا مش معبرة ابتدى يبين ان هو متداق شوية برضه الام مش معبرة ابتدى التون بتاعه يعلى شوية اكتر لغاية ان ما وصل ان هو بقى بيسرخ وبرده الام مش معبرة بعد السريخ ده قلب بحزن تشوفوا حتى طريقة البيبي وهو بيعيط عياط حزن سعبان عليه نفسه لدرجة ان الام نهارت وما قدرتش تكمل التجربة للاخر وتبطبط عليه وحضانته والكلام ده كله والولد كان من كتر يعني ما هو متأثر بيعيط عياط الشحتفة العياط اللي هو الانسان بيعيطه لما بيبقى في قمة حزنه وزعله على نفسه شوفوا كده الاوقات اللي اولادنا بيسيقوا فيها الادب وبيسيقوا فيها التصرف يمكن تكون محاولة منهم لجذب اهتمامنا ان احنا نبص لهم نهتم بيهم كان فيه قصة جايبها للولاد وهم صغيرين كان اسمها داد لوكت مي بابا بص علي البنوتة واخدى باباها في كذا حاجة اللي هي بتعمله بتنزحلق مرة بتلعب في التراب مرة بتنط مش عارف ايه بتكتب ايه يعني كل صفحة وهي بتعمل حاجة وفي كل صفحة بتنهيها بالنهية بتقول لباباها داد لوكت مي لوكت مي بصلي شفني اديني اي امارة تدل على ان انت شايفني فشوفوا يمكن ولادنا بيعملوا كده وبيسيقوا التصرف لما بيحسوا ان احنا مش مهتمين بيهم السبب التاني من الاسباب اللي بتخلي اولادنا يسيقوا الادب ويتصرفوا بطريقة تدايقنا والدايق اللي حواليهم هو انهم للأسف بيقلدوا ناس تانية احنا زي الشمبانزيز زي القرود بنتعلم بالتقليد حتى الكبار بنتعلم برضو بالتقليد واطفالنا مش استثناء بيتعلموا انهم بيقلدوا الاخرين الاخرين دول ممكن يكونوا اطفال زيهم ممكن يكونوا حاجة بيتفرجوا عليها او كبار صديقتي زمانة قوي قالتلي كان ولادها قد ولادي وبتقول لي ان ابني بيزع ابني طول الوقت بيزع طول الوقت بيزع لاحظت ان الولد بيوقف واقفة معينة وبيحرك ايديه تحريكة معينة بيقلد اللي بيتعامل فيه واقف واقفة مامته بيحرك ايديه تحريكة ايدين مامته بيزع التون بتاعه هو نفسه التون بتاعه وده نبهني بصراحة ان انا اشوف يا ترى انا بعمل ايه وولادي بيبيك اونات لغاية دلوقتي لما ابني الكبير رغم ان هو في الجامعة بيعمل تانترام بيخش في حالة غضب بيرجع زي ما يكون الطفل الصغير اللي كان بيعمل نفس نوبة الغضب دي اللي كان فيها مني انا شخصيا لما بتنرفز وبزعق اولادنا بيقلدوا حد شوفوا هما بيقلدوا مين هل بيقلدوا حد اطفال هل بيقلدوا حاجات بيتفرجوا عليها هل بيقلدونا احنا نفسنا دايما يقولك لما تلاقي طفلك عمل موجة من موجات الغضب دي تعمل ايه تنزل لمستوى ما تبصلوش من فوق تنزل لمستوى ولما تنزل لمستوى ما تعليش صوتك ما تقولوش بس بطل الزعيق بهدوء وبتون واحد مفهوش احنا قلنا ايه مش احنا قلنا ان الزعيق ده وحش مش احنا قلنا ان طريقة الكلام دي غلط كده انا زعلانة كده انا مش هقدر اديك اللي انت عايزه انا مش فاهمة انت بتقول ايه لما ننزل لهذا المستوى احنا مش بنخوف الطفل مش بنانتمديدات الطفل مش بنرهبه لان الغلط على فكرة ان احنا نرهبه فيه ابهات وامهات كتير فكرة ان التربية يعني الاجبار وان انا خوفه مني وان هو يخاف مني ولما كمان بوطي صوتي لان اولادنا مقلدين لينا يعرف ايه ده ده فيه طريقة تانية للكلام فيه مستوى تاني للصوت واحنا اكتر ناس اولادنا بيقلدوهم فشوفوا بتعملوا ايه وبتصرفوا ازاي وخليوكوا صادقين مع نفسكم هتلاقوا ان اولادكم وبناتكم بيعملوا زيكم تالت سبب بقى ان ليه اولادنا بيسيقوا الادب انهم بيختبرونا بيختبروا الحدود اللي احنا حتنهالهم بيختبروا حينفدوا بايه المرة دي الطفل له متطلبات وطلبات على طول لو طلب حاجة وخدها المرة اللي بعدها بيطلبها بنفس الطريقة لو طلب حاجة وما خدهاش بيغير اسلوب لغاية ما يقعد كده كأنه بيختبرنا بيتست ترايلاند ايرو خلينا اما جرب الصوت العالي ما خدش حاجة طب خليني ازعق اكتر ما خدش حاجة خلينا ده بده برجلية ما خدش حاجة طب خليني مش عارف انطط على الفرش خد حاجة اللي هو عايزه اوبس عارف عارف احنا حدود سابرينا فين عارف احنا امتى حننهار وننكسر فهي يعني بصراحة سياسة النفذ الطويل احنا نفذنا قصير عارفين ليه لان احنا عندنا حاجات كتير قوي في دماغنا الام اللي جاية من برا عايزة تطبخ وعايزة تنظف وعايزة تهتم بجزهة وعايزة الغسيل وعايزة كذا وعايزة تعمل كذا وعايزة تعمل كذا مخها فيه مليون حاجة عايزة تعملها لكن ولادنا ما بيبقاش في مخهم غير حاجة واحدة بس في الوقت دا دي مثلا عايز شوكولت عايزة شوكولتة انا عايزة شوكولتة دلوقتي انا لا بفكر في 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 ما بفكرش ان انا جعين ما بفكرش ان انا تعبين ما بفكرش في اي حاجة في الدنيا غير ان انا عايزة شوكولتة في نفس الوقت الام مش عايز تديله الشوكولتة وبتدوق وبتفكر في مليون حاجة تانية الصبر مسكة نفسها يزعق تزعق له تضربه تعمل اي حاجة عايزة تكسر السايكل دي وتخليه يسكت عشان تروح للحاجات التانية لما بتوصل لمرحلة خلاص بقى الشيكانات تيكت بتنهار بيتعلم الطفل ان حدود ماما لغاية هنا زي درجة الصوت مثلا بنعلي الصوت بنعلي الإضاءة التون ده بيعليه لغاية ما يوصل للبريكين بوينت بتاعتك او مع بابا يوصل للبريكين بوينت بتاعت بابا ساعتها بياخد اللي هو عايزه طب مدام استفدت ما عملهاش ليه المرة الجاية والمرة اللي بعدها والمرة اللي بعدها رابع سبب ومن اهم الاسباب كلهم اسباب مهمة بس السبب ده بالذات احيانا ما بنبقاش احنا مدركين انهم بيفتقدوا مهارات التواصل الاساسية عشان يعبرولنا عن هم عايزين ايه وعايزين مننا ايه احيانا بيبقى محتوى الكلام بتاعهم محدود ما عندهمش كمان الالفاظ اللي يستخدموها عشان يعبروا عن مشاعرهم وهم عايزين ايه فده مشكلة ما عندهمش ادراك ان التواصل معناه رايح جاي هو عايزك تسمعي منه عايز بابا يسمع منه فهو في اتجاه واحد مش عارف ان هو لازم يستنى ويقف ويسمع مردود الرسالة ويفكر فيها ما عندوش العملية دي ما عندوش المهارة دي وده دورنا احنا كاباء وكامهات ان احنا نعلم ولادنا مهارات التواصل الاساسية انه يعرف هو عايز ايه ويعبر عنه بطريقة مناسبة للموقف ومناسبة للشخص اللي بيتكلم معاه انه يستخدم المفردات البسيطة اللي هو عارفها عشان يعبر عن هو عايز ايه ويكون عندو الصبر انه يستنى لما يشوف الرد ايه وتبقى خدوهاد وعملية متصلة بين الابن والاب الابن والام احيانا ولادنا بيفتقدوا المهارات الاساسية في التواصل فما بيبقوش عارفين يعبروا ازاي عن رغبتهم ومهمتنا ان احنا نعلمهم المرة دي انا اتكلمت عن اربع اسباب من اسباب اللي بتخلي اولادنا يسيقوا الادب ويتصرفوا بطريقة محرجة لنا وبتضيقنا المرة الجاية هتكلم عن بقية الاسباب اشوف کنشو ايديو هناك وهذا الموقف